سماحة الشيخ سلام عليكم وعليكم السلام سماحة الشيخ يتبادل الأذهان للوهلة الأولى أن ما هو العرفان هذه المدرسة ما هي وكيفية تعريف العرفان لو سمحتم سلامكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أولا بعد الشكر لحضرتكم أحب أن ألفت النظر إلى أني تلميذ صغير إن صح التعبير ولست أحد أعلام هذه المدرسة وليس الكلام والمجال للتواضع أعلام هذه المدرسة هم الأولياء رضوان الله عليهم ونسأل الله أن نكون في ركبهم وفي هداهم إن شاء الله مدرسة العرفان وإصطلاح العرفان لم يكن وليد صدفة في الديانة الإسلامية يقول سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه في حديثه وروايته المشهورة إن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه حق عبادته واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه إلى أن سأله أحد الأشخاص فقال له وما معرفة الله يا أبا عبد الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الواجب عليهم طاعتهم الإمام سلام الله عليه عبر بكلمة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه المعرفة هي طبعا هي عبارة عن معرفة الله العارف هو الذي عرف الله سبحانه وتعالى العرفان بمعنى العرفان الشهودي لله وليس العرفان النظري والعقلي بل العرفان التطبيقي التطبيقي نقصد به ما معنى التطبيقي هو الوجداني شوفوا الآن إلى أين أشير على صدري وليس العرفان العقلي ليس المعرفة النظرية العارف هو الذي استفاد من عقله واستفاد من الشريعة واستفاد من تعاليم الدين واستفاد من الطقوس والشعائر والعبادات ليتكون في قلبه معرفة شهودية باطنية وجدانية ملموسة محسوسة فيرى الله حينما سئل أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ويحك أو أعبد ربا لم أره؟ نعم يعني هناك آثار خارجية لهذه الشهود القلبية هناك آثار خارجية وله آثار خارجية تسيطر على كل مملكة الإنسان على جوارحه على صفاته العارف هو الذي وصل إلى الشهود والارتباط الواقعي بالله عز وجل طبعا هذا لا يحصل بالصدفة كثير من الأشخاص ونحن الآن نشعر من أنفسنا نذهب إلى الصلاة فنقول الله أكبر ونكبر ونلبي ولكن لا نشعر بشيء هذه الصلاة التي هي معراج المؤمن وقربان كل تقي الصلاة من الصلة والتواصل لا نشعر بالصلة لا نشعر بالتواصل لا نشعر بالعروج بينما علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان حين الصلاة يستطيع أن يأخذ هذا السهم من قدمه بدون ألم نعم كان يتصل كان يعرج نحن نصوم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش نحج فيكون الحج إن صح التعبير لا أدري كم هو مؤدب فيكون حجنا نزه تنزه نصوم فيكون عبارة عن ريجيم ريجيم وتخفيف للوزن نصلي عبارة عن حركات ليس أكثر قيام وقعود أما العارف هو الذي يرى الله في صلاته يتكلم مع الله يشعر بالله يجد الله في وجدانه حينما يقول الله أكبر أو كان رسول الله إذا جاء وقت الصلاة لا يعرف صديقا ولا حميما كان يتبدل لون وجهه لماذا؟ لأنه يرى أما نحن لا نرى سمحت الشيخ هل رواية أن ما ورد على الإيام علي عندما سئل عم الله قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ووعده ومعه نعم هل هذه مصداق لما تتفضلون به أن العارف يرى الآثار الخارجية المترتبة؟ نعم ليس فقط الآثار الخارجية بل العارف يرى أربعة أمور دائما نعم إن شاء الله اللهم رزقنا جميعا العارف يرى التجلي الفعل والصفة والإسم بل يرى الذات تصوروا أنه يرى الذات الإلهية من كل شيء ما رأيت شيئا لم يقل أمير المؤمنين إلا ورأيت فعل الله فيه وقبله ومعه وبعده أو صفة الله فيه أو قبله لا لا أمير المؤمنين كان متفانيا إلى درجة أنه لا يقنع برؤية ومشاهدة الفعل أريد أن أرى الذات يرى ذات الله فضلا عن اسمه وصفته وفعله طبعا وهذا بحاجة إلى طريق أد ما يدعي الإنسان إذا أمكن شيخ لو سمحته بس تفسير لموضوع أن يرى ذات الله شوفوا بشكل مختصر ولا أدري إن كان داخل أو خارج دراستنا بهذه الحلقات الإنسان و كل معلول في مباحث الحكمة وقانون العلية ومباحث العلة الإنسان و كل معلول تقرر أنه متصل بعلته نعم متصل بعلته يعني الآن هذه الطاولة غير منفصلة عن الزجاج الذي صنعت منه ولا يمكن لها أن تنفصل هذه الطاولة الزجاجية وهي من الزجاج طاولة الخشب خشبية وهي متصلة بالخشب دائما بالسبب بالخشب أنت متصل بعلتك علتك هو الذات الإلهية لم تخلق سدى ولم توجد من الصدفة أنت متصل دائما مندك اندكاك وجودي وعلي وهذا في قانون العلية هي أركان العلية العلية الفعلية والمدية والصورية والغائية دائما المعلول ولكن أمير المؤمنين يريد أن يقول لنا ويخاطبنا أن يا بني آدم أن تغافل قلوبهم لاهية لاهية لا تدرك بأنك متصل علي بن أبي طالب يدرك بأنه متصل وقد رأى ربه رأى طبعا الرؤية القلبي رأىه في قلبه في البصيرة وليس في رؤية العين ليس كمثله شيء يا بني آدم عليك أن تجاهد نفسك وتقتلع هذا الحجاب الموجود منك وفيك وفي نفسك كي ترى ترى من كي ترى الله في ذاتك كي ترى الله من عرف نفسه فقد عرف ربه قد ترى الله بإصطلاح آخر يا أيتها الطاولة عليك أن تدرك بأن حقيقتك زجاجية ولكن أنت بتفكري أن اسمك طاولة فقط يا بني آدم عليك أن تدرك بأن حقيقتك نحن نقول نحن إنسان حيوان ناطق وإنسان وبشر حقيقة هذا الإنسان هو من الوجود الإلهي حقيقة هذا الإنسان هو بالوجود الإلهي أن الإنسان متصل بالسبب متصل بهذه العلة ولكن حينما نحن نتعامل مع عالم الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الآخرة هي السبب سمحت الشيخ إذا أردنا أن نعود إلى الموضوع المحوري الأول العرفان تكلمتم سمحتكم عن العارف ما هو الفرق ما بين العارف والسالك هناك عارف وهناك سالك أرى الفارق هو فارق بين المقدم وذيها السالك إلى الله هو الذي يمشي في طريق مجاهدة النفس وقطع التعلقات وتهذيب النفس سواء من التحلية أو التخلية أو المجاهدة هو الذي يسير إلى الله عبر هذه المدارج إن للإيمان عشر درجات هذه الدرجات العشر يرتقي السالك فيها ونسميه سائرا سير وسلوك يسلك في كل مرحلة يسلكها يرتبط وتتحقق في قلبه معرفة فيسمى عارفا العرفان هو بالحاظ النتيجة السير وسلوك بالحاظ السبب والسلوك والبطل نلاحظ سماحة الشيخ أنه في الرواية ورد في الرواية عن أمير المؤمنين وإن شجرة الوعر أشد هاما وأصل بعودا من شجرة البيت أو شجرة الفي على ما أفكر هل يمكن أن يشرع أمير المؤمنين باب التفكير أمامنا هل بإمكاننا القول أن البلاية والشدائد مقدمة السالك في طريقه وفي سيره وفي سلوكه نعم لطيف طبعا أنا هذا الحديث ليست حاضرا له وليست حافظا له بشكل دخير ولكن كما تفضلتم موجود في النهج وهي من الحكم منقصار الحكم لا شك ولا ريب أن البلاية والشدائد هي مندرجة تحت النظام العام في مدرسة السير والسلوك ونحن إن شاء الله إذا الله أحيانا وقدر لنا نريد أن نتكلم عن المبادئ العشرة أو الأخذ عشر التي تبتني عليها مدرسة العرفان والسير والسلوك البلاية والشدائد هي جزء من هذه المنظومة الكلية لها تهدف إلى قطع العلاقة مع عالم الدنيا عالم الدنيا ليس عالم اللذائذ ما نراه بإصطلاح عالم الدنيا هو عالم الأدنى وعالم المادة كيف من هون سمي الدنيا من الدنو لهو أقل من عالم الملكوت وعالم اللهوت وعالم الأسماء والصفات هذا العالم هو عالم مليء بالحجب والحواجز نعم الإنسان حينما يولد في عالم الدنيا الطفل قلبه يكون صفحة بيضاء أول يوم تبدأ معرفه تزداد مشاعره أحاسيسه خيالاته الصفات المشاعر الحالات التي يشعر بها المحبة الكره البغض البكاء هي الصفحة اللي كانت بيضة كانت في أول حين الولادة كانت بيضة بلش تنتلي سطر ورا سطر فيبدأ قلبه يتعلق مش بس بعالم الدنيا بالصفات بالخيالات بالمشاعر بيصير في عنده نوع من الهرج والمرج في سن التمييز مزاح مضيعة وقت حب النوم حب عدم تحمل المسئولي كثير من التشفيرات والتنظيمات النفسية تدخل وترسخ في نفسه مدرسة العرفان تأتي من هنا تبدأ تقول له يا بني آدم هل تستطيع أن ترجع إلى تلك الصفحة البيضاء فيجيب بني آدم هذه القصة الدرامية تحاكي كل مدرسة ومدرج السير والسلوك بني آدم يقول لا أنا لا أستطيع أن أرجع طفلا أنا الآن انطبعت هذه الأمور والآن أصبحت شخصيتي حينما أقول أنا هذه الأنا لا نعني بالأنا إلا ذاتك المباركة وصفاتك وخصائصك وأنماط شخصيتك وأطباعك وأفعالك وخيالاتك وحالاتك وردات فعلك وأنفعالاتك هذه الأنا طب كيف أريد أن أتركها وأتخلى عنها لا أستطيع أن أتخلى عنها مدرسة العرفان تأتي وتذكر الإنسان لا بد أن تتخلى عنها ولكن بشرط أن تأخذ الكمالات الليلة أنت لما يا أيها الطفل أو المميز أو المراهر تحبات إمك أو يا أيها الأم حينما تعلقتي بوليدك وطفلك وأحببتيه الآن الله قدر أن يستشهد هذا الطفل هذا الشاب أن يموت هذا الطفل قلبك لح يحترق ويتقطع معه ولا بد أن تقطع العلاقة معه مات ولكن شو لح تحملي من معرفة هذا الطفل الأمومة صفات العاطفة صفات الرحمة الفداء العطاء هذه المنظومة السلوكية التي أنت كأم أخذتها خلال تجربتك مع ابنك ووليدك هذه لح تبقى معك حتى لو قطعت التعلق بابنك ظاهرا ومات هذا الأبن نظرية السير والسلوك إذا تأمننا بهذا المثال تبتني على أمرين أن يتعلق السيلك بعالم الكثرة فيأخذ كمالات عالم الكثرة لي نسميها عالم المعرفة قل سيروا عالم العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم عملكم ورسوله الإنسان دائما عالم العبادة حتى العبادة الظاهرية بعد الموت ما في صلى وصوم لماذا نصلي ونصوم كي نأخذ هذه الكمالات بعد ذلك نقطع عالم الدنيا تبقى الكمالات دون ظاهر الصلاة صحيح عملية التجريد أنت سألتم حضرتكم عن البلاية والابتلاء قانون الابتلاء في مدرسة السير والسلوك قائم على هالمحورين أن يتعلق الإنسان باللذائذ ثم يهجرها أن يتعلق بالدنيا ثم يتركها فيأخذ خيرها ويأخذ صفة الرحمة صفة العذوبة صفة الجمال والنفحات الجمالية من عالم الدنيا وعالم الكثرة ويترك التعلق بعالم المادي سماحة الشيخ في رواية تفضل فيها الإمام سلام الله عليه أن الله أو على ما أعتقد ورد عن الرسول الأكرم سلام الله عليه أن الله إذا أحب عبدا غتّه بالبلاء غتّه هل من المقومات تقويم هذه النفس أن يكون البلاء من المقومات الأولى بل ليس مجرد ذلك بل السالك الحقيقي هو الذي يقطح من البلاء ألا يمكن للسالك أن يسلك بدون أن يتعرض ممكن للبلاء الشديد من المستحيل لماذا؟ لهذه القاعدة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم أو الآية التي تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الثمرات والأنفس وبشر الصابرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من البلاء طبعا الإنسان السالك لابد أن يطلب العافية اللهم عفوك 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 وعافيتك عافيتك أرحم لي ولكن قانون البلاء علينا أن نستعد له لماذا؟ لأن فلسفة البلاء والابتلاء هي عبارة عن تجريد النفس وقطع تعلق النفس ليس الزهد أن لا تملك شيئا بل الزهد أن لا يملك كشيء عدم ملك الدنيا لنفسي وتعلق النفس بهذه الدنيا هو يأتي عبر البلاء أو المجاهدة البلاء تقطع تعلق النفس تقطع البلاء لما أنا أبتلى بوفاة أو تحترق سيارتي أو يحترق المتجر أو يهدم منزلي ماذا تكون ردة الفعل؟ ردة الفعل هي شو اللي بتكون؟ أنه حالة التعلق بهيدا المنزل لح تنقطع بس شو لح يبقى؟ لح يبقى تكامل علاقتي بالمنزل أنا لما بنات هيدا المنزل بعرق جبيني واشتغلت وهجرت وهي حالة البناء هي حالة كمال للإنسان نعم الله سبحانه وتعالى يحب البناء إن الله يبغض البطالين طيب ولكن حالة البناء دائما تقترن بالتعلق بالبناء الله ما بيحب هذا التعلق يقطعه بالبلاء والابتلاء بخسرك الولاد بخسرك المنزل يعني عبارة عن امتحان إذا بدنا أن نحدد بشكل أكثر هذا الامتحان شو فيئته السلوكية عند العارف؟ أنه يؤدي إلى اكتساب الكمال دون التعلق بالدنيا وظاهرها أنا لما ينهي دم بيتي سماحة شيخ فيني يعتبر أن البلاية والشدائد هي تحصين للنفس من أي ناحية؟ يعني من ناحية تحصين بهذا المعنى من ناحية عدم الإنجرار والإنجراف وراء الطيارات الأهوائية إذا مئة بالمئة ما هو حتى فلسفة عدم التعلق بالهوى ونهى النفس عن الهوى شوفوا هتلت أركان مجهدة النفس والبلاية والابتلاء ونهي النفس عن الهوى هن لهم قاعدة وحدة وهي عدم تعلق النفس بعالم الدنيا وإنما عروجها إلى العوالم الأخرى شو هي العوالم الأخرى؟ معرفة الصفات والأسماء والذات الإلهية مشكلة الإنسان ما أن يبدأ مثلا الأم لا تتعرف على الرحمة الإلهية إلا لما الله يبعث له ولد قبل ما يجيها ولد ما بتتفعل تفاعل عاطفي من خلال صفة واسم الرحمة ولا تعرف الرحمة الإلهية طيب المشكلة أنه بعد ما يجيها ولد تتعلق بالولد بتنسى الله سبحانه وتعالى التفت وين المسألة؟ نعم فهون الله سبحانه وتعالى بإلا بإلا جيد تعلق بها الولد مش من باب أنك تتعلق بعالم المادي أنا بدي أكيد تتعرف على أسماء الرحمة والفداء والعطاء بلا حساب والسهر والتضحية الرحمة الرحمة بكل أبعادها ولكن يا أيتها الأم اللي هي الجنة تحت أقدام الأمهات وقع الأم وجود مقدس نعم هذا الوجود المقدس ينبغي أن ترين الله من خلال أمومتك مش تبقى 24 ساعة متعلقة فقط بالطفل وتنظر لعالم الأموم والطفول كعالم إرواء للذي لأنه فيها لذي الأموم صحيح هي من أهنأ الأمور والمشاعر على قلب الأم الله سبحانه وتعالى بإلا أنظري نظر مرآتي وشوفي الصفات الإلهية ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده ما رأيت طفلا يا أيتها الأم ما رأيت طفلي إلا ورأيت رحمة الله قبله ومعده ومعه طيب لما توصل الأم لمرحلة أنها تقع في حاجب قوي جدا ولن ترى الله من خلال طفلها وإنما تنظر إلى نحية المال والبنون زينة الحياة يمكن أن نسمي أن الأم هي نموذج كل عالم الوجود نموذج نموذج هي سنتكلم سماحة الشيخ عن موضوع الحالة التي يعيشها السالك بعد هذا الفصل الإعلاني القصير شاهدنا أعزاء نتوقف مع فصل إعلاني قصير ثم نعود لمتابعة أجزاء الثاني من حلقة اليوم من جديد مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود لتكملة الحديث والحوار مع سماحة الشيخ علي بيدون سماحة الشيخ كنا نتحدث عن الشعور الذي يعتري هذا السالك إذا أمكن توضيح ما هي الحالة التي يعيشها السالك في ظل سيره وسلوكه نحو الله سبحانه وتعالى طبعا بناء على الملاحظات التي تكرمتم بها لا بد أن نشير بين هلالين أن مدرسة العرفان ومدرسة السير والسلوك ليست مدرسة نظرية فكرية لمجرد التأمل والتخيل والدراسة النظرية ليست قراءة خاصة للدين ليست معرفة دينية بحث نعم هي مدرسة عملية يستتبعها قراءة للدين يستتبعها معرفة دينية طويلة ومفصلة وعريضة يستتبعها فلسفة وفلسفات بناء على ذلك إذا التفتنا إلى هذا الأمر بأن السالك والعارف هو الذي يسير سيرا عمليا نستطيع أن نجيب على ما تفضلتم به ما الذي يراه وما الذي يعيشه ويحس به العارف يمكنني أن أعتبر أن العلوم النظرية هي أدوات أدوات ومقدمة أدوات في طريق السير والسلوك هي أدوات ضمن حدود وإلا في كثير من البحوث كالعرفين النظري أو الحكم المتعالية السير العملي لا يتوقف على دراسة ولكن ألا يمكن أن أقول باعتبار أن السالك في ظل سيره وسلوكه هل يمكنه أن يسير بخطة ثابتة وواثقة إذا لم يكن يملك القاعدة التي يسير عليها لا بد من قاعدة قاعدة عملية وعبارة عن مبينة سلوكية عبارة عن أسس أسس لا بد من رعايتها بدقة ولكن بعد رعايتها السير والسلوك والمعرفة التي تؤدي إلى العرفين هو سير عملي هو ليس نظري من يقرأ الكتب العرفانية ألف سنة ومن يتغنى بها بل حتى من يحس بلذتها شوفوا الآن من يقرأ الشعر ألا يشعر باللذة؟ يشعر باللذة عارمة من يقرأ كتب العرفان ويشعر بلذتها فقط ولا يعمل ولا يجاهد نفسه ولا ينهى النفس عن الهوى ولا يطبق والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا ولا يطبق وكل اعملوا فسيرى الله عملكم يبقى في مكانه وحينما يموت يجد نفسه خالي اليدين ما عنده شيء لم يتعرف على الله بشكل شهودي هذا بحاجة إلى مجاهدة بحاجة إلى تمرين شوفوا الآن من يحب رياضة رياضة معينة ويبقى من الصباح إلى المساء يشاهدها على التلفاز يصبح رياضيا ويصبح اتفاقا خاملا بطين هو بحاجة إلى عمل بحاجة إلى أن ينتسب إلى نادي النادي التدريب هو مدرسة السير والسلوك المربي في هذا النادي هو المرشد الخبير هلك من ليس له حكيم يرشده الأسس التي نراعيها في هذا النادي هي المباني السلوكية والأسس من العقل كما سيأتي إن شاء الله تباعا سوف نوضح ذلك بشكل تدريجي هل هناك من إمكانية لتبيان الحالة التي يعيشها السالك إذا أريد أن أحكي عن الشعور من خلال المراقبة والمحاسبة ما هي هذه الحالة التي يعيشها السالك سمحت الشيخ الحالة بإنصح التعبير التي يعيشها السالك أثناء سيره وسلوكه هي مشاهدة التجليات الإلهية الأم الغير السالكة مثال الأم مثال حيوي وناضض يعني مليء بال وواقعا الأم هي وجود مقدس واقعا وجود مقدس صحيح ومن أروع وأعلى وأشمخ وأطهر النماذج والأمثل التي يمكن أن نستعين بها الأم الغير السالكة إلى الله والغير العارفة تشعر بالرحمة وتشعر بالعطوفة وتشعر بحس الفداء وتشعر بالحنان وتشعر بمعاني أصلا لا توصف ولكن حيث أنها ليست عارفة لا ترى هذه الصفات منتسبة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ترى اسمح لي بديش قاطعكم وإنما ترى الرحمة هي رحمتي ورحمتها وعطوفة هي اتجاه وليدها بينما الأم العارفة بلأ ياسو تشبيه أين نحن من معرفة السيدة زينب والسيدة الزهراء سلام الله عليها ترى الله في الحسن والحسين سلام الله عليهما ترى الله في رحمتها بحيث أن آمل التدقيق بحيث أن حينما ينبض قلبها بالرحمة وبالعطاء وبالحنان لا ترى هذه الرحمة رحمتها ترى أن هي رحمة الله يعني حتى هي هي عم تحطن ابنه وتضمه إلى صدرها فينبض قلبها من الرحم والعطاء لا ترى هذه الرحمة رحمتي أنا رحمة زينب سلام الله عليها ترى نفسها ظلا ترى نفسها ورحمتها وأسماءها وصفاتها وأفعالها هي الله وفانية بالله تجلل الله ولذلك شوفوا العارف يرى أمرين وينبض نبضين نحن حينما نحمل طفل نقول ما شاء الله شو هالموجود الرقيق أصلا ما لك قلب تحمله إلا برقة نرى مضافا إلى الرحمة العارف يرى الرحمة ويرى رحمة الله ويشعر أصلا تقشعر قلوبهم وتلين جلودهم العارف إنما يخشى الله من عباده العلماء حينما يحمل الطفل يدرك عطوفة ورحمة ورقة هذا الطفل ويدرك أمر آخر نحن لا نرى عادة لهي رحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك تجده مرهف وتجده أصلا العارف لا ينظر إلى هذا الطفل هو حامل الطفل ينظر بقلبه ويرى الله بقلبه إلى تجليات الله سماحة الشيخ هل يمكن أن يتحقق لأحد ما هل يمكن أن يتحقق لأحد ما المعرفة القلبية دون أن يدري هو عقلا أنه قد تحقق له المعرفة القلبية نعم هناك إذا تسمحوا لي شيخ تفضله في نموذج الإعراب الذي لحق النبي موسى ومشى خلفه على الماء طب هون فعنا نموذجين عندنا النبي الذي يمتلك العصمة الإلهية العصمة الحصولية وعن إعراب أحب النبي حبا جما فتبعه على الماء فتيقن يقينا تاما ثم سار خلفه على الماء ولو ازداد يقينه لمشى في الهواء هل كان يدري الإعرابي أنه وصل للمعرفة القلبية لا سؤالكم سؤالكم يعني الآن يفتح الباب أمام نكتهام جدا نعم أن المعرفة العقلية والمعرفة النظرية والحكمية والفلسفية أنصح التعبير لهي معرفة مقدسة ومهمة ونحترمها جدا إلا أنها مقدمة للمعرفة القلبية الأم حينما تدرك وترى الله بوليدها هل هي فيلسوفة؟ لم تدرس الفلسفة هذا الأعرابي لم يدرس الفلسفة بل من من الأنبياء درس الفلسفة؟ لم يدرسوا الفلسفة الأنبياء ولكنهم يمتلكون علما حصوليا علما لدنا من هون هذا العلم اللدني آتيناه من لدنا علما عن الخضر هذا العلم اللدني هذا يأتي عبر المجاهدة وعبر صفحة القلب بين هلين قد ورد في العديد من الروايات أن لا تفكروا في ذات الله ومع الأسف بعضهم أخذها مدركا للاستفادي منها أنها تنهى عن العرفان أن الله لا يدرك ولا يعرف نعم الله لا يتصور الله لا يحس بالحواس كل ما تصورته الأوهام فهو بخلافه الله بل لا يعقل بالأقيس والقياس والحد التام والأشكال الأربع اللي درسناها بالمنطق ليس فكرة التصور هو انطباع صورة الأشياء في الذهن الله ليس له صورة وليس جسم ليس جسم لا يتصور الله ليس من الأمور المحسوسة النهي عن العقل والتفكير التفكير النظري ولكن ما عنا نهي عن الشعور والوجدان والشهود من عرف نفسه فقد عرف ربه هيدوان من يستفيد من الآيات التي نهت عن التفكير في ذات الله لنسف المباني العرفانية ولإغلاق باب معرفة الله هذا اشتباه منهجي لأن معرفة الله ألا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت الآن إذا أنا بتسمحوا لي أقرأ لكم أكثر من أربعين أي تشوق إلى معرفة الله إذا يمكن نستفيد من كم أي مثلا آية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا لقاء الله ليس لقاء حور العين ولقاء الجنة والتفاح والأنهار اللي موجودة في الجنة اللغة العربية نحن نعرف ندرس لغة عربية لقاء الله يعني لقاء الله إلا اللهم إذا بدنا نفوت بعملية تأويل وعملية إضافة قرينة شوفوا الآية التانية طبعا مضافا للحديث ما بعث نبي إلا وكان شعاره من عرف نفسه فقد عرف ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مش من كان يرجو لقاء الجنة من كان يرجو لقاء حور العين لقاء ربه ومن المعيد جدا باللغة العربية أنه أول لقاء الله بالتفاح أنه والله تفاح وثمار الجنة هذا ما وعد المتقين أو المؤمنين نعم نعم شوفوا الآيات التي تركز على القرب الحاصل ما بين الله وبين العبد اللي هو استفتحنا فيه بالجلسة بأن القرب بين المعلول والعلي بس سمحت الشيخ لو سمحته أنه تفضلته بالإيه من كان يرجو لقاء الله أن لقاء الله هو لقاء الله نعم كنا نحكي مني شوي عن موضوع أن الله ليس بجسم هو اللقاء القلبي يحد اللقاء القلبي هل هناك يعني هل هناك لو سمحته وسمحت الشيخ بشكل موجز وليس اللقاء العقلي بشكل موجز هل هناك من بيان لهذه الحالة نعم نعم البيان لهذه الحالة البيان الفلسفي البيان الفلسفي هي عبارة بكلمتين مختصرتين نعم هي عبارة عن العلاقة القائمة ما بين المعلول والعلة نحن الآن كلنا وجودنا كل الأشياء بدون استثناء وجودها من وجود الإله نحن نريد أن نبين هذه الحلقة الصغيرة أو هذا المصطلح باعتبار أنه لا نريد أن يشتبه على أحد ما أن لقاء الله لقاء الله هو مادي نعم ومحسوس نعم حينما سئل أمير المؤمنين أو رأيت ربك قال له ويحك أو أعبد ربا لم أرى الرؤية القلبية نعم قال له ولكن ليس حيث ذهبت وإنما رأيته بحقيقة البصيرة عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي أو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون عينه التي يبصر بها وأذنه وسمعه الذي يسمع به هيدي العيني أو العيني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني حينما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله كل الناس المسلمين اللي كانوا في المعركة شايفوه أنه هو اللي رمى الله سبحانه وتعالى قال له لا لا أنتم اشتبهين إننا في نظر أن الله هو الذي سدد ليس فقط سدد طيب وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم وما رم ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم صحيح أو وهو أقرب إليكم من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم هو الأول والآخر والظاهر والباطن لما تقول هو هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم الله يتوفى الأنفس ليس الله سبحانه وتعالى حريص جدا في كتابه تعالى من أوله لآخره أن يذكر لقاء الله ذلك بأنهم كذبوا بلقاء ربهم من كان يرجو لقاء الله إلى ربها ناظرا هو معكم أينما كنتم هو أقرب إليكم من حبل الوريد ادعوني أستجب لكم إني سميع هو السميع البصير دائما القرآن يصلت الضوء على مفردة القرب والتقارب القائم بين العلّة والمعلول وكأنه وكأنه القرآن لأن الناس من ندرس قانون العلّية صحيح بدي يقول لهم يا بني آدم أنا مش بس قريب لإلكم أنا الأول أنا الآخر أنتوا بتقولوا الله هو باطن الأشياء نحن عادة منقول الله هو الملكوت سبحان الذي بيده ملكوت وكل شيء الله سبحانه وتعالى يقول لا هو الظاهر ليش ليش بدك لما أن يقول قول هذه وجود أصله من الله خب الله سبحانه وتعالى أعطاها صورتها ومادتها وظاهرها وباطنها ووجودها المشكلة فينا نحن لما نجي بدنا نتعرف على الله نتعرف عليه معرفة مادية وتجسيمية فيلزم الشرك والحلول والاتصاف والتجسيم وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أمير المؤمنين فتح هذا الباب وأخوان أنا مدينة العلم وعليهم بابها باب معرفة الله هو القلب عندنا إلي نتعرف من خلالها وبواسطتها على الله سبحانه وتعالى هي القلب والشهود والنفس نعم سماحة الشيخ إذا أردنا أن نتكلم عن موضوع المراقبة التوحيدية يعني هناك مقومات للسالك تحقق للسالك أنه أدرك مدرسة العرفان تحقق للسالك أنه سار في مسار العرفان كيف يمكن له من هنا أن يبتدئ بالمراقبة التوحيدية وما هي المراقبة التوحيدية نعم ما هي المراقبة التوحيدية أسأل أخبركم أنتم عم بدخلوا بعض الاستلاحات وهي استلاحات جميلة وأصيلة في مدرسة العرفان أنا كان بيودي أنه أدمى فينا أن ما ندخل في عالم الاستلاحات ولكنه استلاح جيد يعني إذا كان الاستلاح يخدم 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 ويسهل الله يسلمكم المراقبة التوحيدية هي مقابل المراقبة الأخلاقية في عنا استلاح المراقبة تكرر كثيرا في مدرسة الأخلاق ومدرسة السير والسلوك العرفان اسمح لي بين هلالين قدمها المقدمة لنوصل إلى الإجابة تفضل مدرسة الأخلاق هي تعنى بتربية وتهذيب النفس مدرسة العرفان كذلك تعنى بتربية وتهذيب النفس طيب ليش عنا مدرستين مدرسة الأخلاق تعنى بتحلية النفس اكتساب صفات وجنود العقل رواية الإمام الصادق سبعين صفة للعقل وسبعين صفة لجنود الجهل مدرسة الأخلاق تريد من طالب الأخلاق أن يتحلى بهذه الصفات ويصبح حليما عاقلا غيورا شجاعا كريما هذه صفات العقل مدرسة العرفان عند هدف آخر هلأ شوف متداخلين نعم مدرسة العرفان قبل أن تقول لك تحلى بالصفات الأخلاقية الحميدي وحلي نفسك بتقول لك تقول بالك قبل ما تبدأ تحلي نفسك في مرحلة قبل ذلك عليك أن تكون بها هي أن ترى الله في نفسك مدرسة الأخلاق لا تركز على هذا الشرط نعم بتقول لك كن حليما مدرسة العرفان بتقول لك قبل أن تكون حليما أو يخي بدك تكون حليما أنه مدرسة الأخلاق تركز على المفاهيم الخارجية المفاهيم الخارجية بها المعنى نعم هي كل مفاهيم خارجية نعم مدرسة الأخلاق تحل النفس هي تحلية خارجية ولكن تريد أن تقول عليك أن ترى الله بحلمك مدرسة الأخلاق بتقول لك لا كن حليما وهذا كيفي أنت لما تكون حليم يعني أنت صفة الحلم الإلهي جسدت بوجودك خارجا مدرسة العرفين تقول لك لا يكفي أن تجسدها خارجا بوجودك بل عليك أن ترى تحققها قلبيا أن ترى الله بواسطة هذه الصفة وإلا لو كنت حليما غيورا شجاعا فارسا كريما مقداما طاهرا نقيا وترى أن هذه الصفات الحميدة والأخلاقية هي صفات الأنى اللي إلي مدرسة العرفين أنت صائد تاخد سفر معنى أنت حليم غيور رحيم لبدك هي المدرسة السلوكية تأمرنا بأن نرى الله بواسطة النفس الحليم هو الله الغيور هو الله الكريم هو الله طيب هين نفس اللي صارت حليمة وصارت كريمة شو محل من الإعراب هي تجلي لله نعم هي مرآة لله مدرسة العرفان تركز عفوا تركز كثيرا على الرؤية المرآتية مدرسة الأخلاق لا تركز على المراقبة التوحيدية المراقبة التوحيدية هي أن نرى الله قبل ومع وبعد كل شيء مدرسة المراقبة الأخلاقية هي فقط تجاهد النفس لتحليتها واكتسابها الصفات الحميدة مدرسة العرفان مضافا إلى اكتساب الصفات الحميدة تريد أن نرى الله بواسطة هذه الصفات الحميدة المراقبة التوحيدية هي مدرجة تحت قائمة المدرسة الأخلاقية المراقبة الأخلاقية المراقبة العرفانية إذا بدنا نعرف أو نعمل خانتين لو سمحتم شيء المراقبة الأخلاقية والمراقبة التوحيدية كيف يمكن تفصيل كل واحدة على حدة بهذه الكلمتين ما مقومات هذه المدرسة أو المراقبة وما هي مقومات المراقبة التوحيدية بهذه الكلمتين ولا أطيل عليكم المراقبة الأخلاقية التي هي معني فيها مدرسة الأخلاق هدفها تحليت النفس بالأخلاق الحميدة وصفات الحميدة المراقبة التوحيدية هي مضافا إلى تحلية النفس بالصفات الحميدة أن نرى الله سبحانه وتعالى بواسطة هذه الصفات الحميدة وكم هو من فارغ بين هذه ودفنية هناك فارغة نعم المدرسة العرفينية توصل إلى أن نرى الله أما المدرسة الأخلاقية لا توصل جزاكم الله ألف خير سماحة الشيخ يعني الحديث معكم أنس وسعادة سماحة الشيخ إذا لنت أتحدث بعد أن ننجز مهمة المراقبة التوحيدية لماذا ضرورة أو التأكيد على ضرورة عدم التعلق بالمنذات مظهرين هما مترابطان هما شيء واحد وجهان لحقيقة واحدة لا يمكن بلوغ مرحلة مشاهدة الصفات والأسماء والذات الإلهية في كل شيء على قاعدة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا بترك الملذات مشكلة الملذات أنك تعمل قلب من نظر بها بصرته ومن نظر إليها الآن هذا الضوء الآن اللي موجود أمامي تطلح فيه دقيقة بعد أصلا لا أراكم يؤدي إلى نوع من العمى من نظر بالملذات ولذلك شوفوا خصائص المترفين هن اللي دائما يشهرون سيف الحرب ضد الأنبياء أمرنا مترفيها ففسخوا فيها هل يمكن أن تكون الملذات حتى ولو كانت الملذات في نطاق الحلية هل يمكن أن تورث حجبا على النفس؟ نعم حتى لو كانت حلال كل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا ولكن بشرط أن لا يتعلق قلب الإنسان فيها إذا تعلق قلب الإنسان حتى بالملذات المحللة حتى بالملذة يا دنيا غري غيري إن إمرتكم عندي لا تعادلوا عفطة عنزة طيب ما إمرت المؤمنين هي من أوجب واجبات علي بن أبي طالب ما هو الإمام وهو الحاكم شو بدي يقول لهم بدي يقول لهم أنا الأقدر على إمرتكم وأتشرف وتكليف وليس تشريف أتشرف ولكن قلبي غير متعلق بالإمرأ قلبي غير متعلق بالسلطة غير متعلق بالدنيا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين زينا مع أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكن الأسؤال سمع الشيخ أي عمل مفترض أن أقوم به علي أن أشعر بدوافع قلبية أن أقوم به حتى الأمور التي تدخل في نطاق الحلية الأمور المحللة كيف يمكن لي أن أقوم بهذه الأمور وأنا لا أشعر بتعلق بها قلبيا هذا اللي أجبنا إذا بتتذكروا بأول الحلقة سبحان الله سنة الحياة أن نتعلق ثم نقطع أن نتعلق ثم نقطع إلا أن يصبح مجاهدا متمرسا علي بن أبي طالب حتى لو ميرس السلطة لا يتعلق قلبه بالفكر الإقطاعي والسلطة وحب الدنيا نحن لأننا نضعاف نتعلق بعد أن نتعلق لازم نقطع حتى مع ممارسة الأمور المحللة بل حتى بالأمور الويجبي الزواج نصف الدين ولكن من يستفيد من الزواج للشهوات فقط هذا عليه أن يغربل يستفيد من إكمال نصف دينه ولا ينظر إليها كنظرة دنيوية شهوانية يعني هل موضوع آية إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هل يمكن من تبيان لهذه الكلمة إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربهم الأشخاص الذين نهوا النفس عن التعلق بالدنيا هو ذي اللي الله رحمهم حينئذ النفس الأمارة لا تؤدي إلى تعلق هذا القلب بالدنيا وإنما يمر بهذه الدنيا فيكتسب من كمالاته الدنيا مزرعة الآخرة نكتسب من خلال تفاعلنا وعملنا وبناءنا وعباداتنا وكل الحياة اللي عم نعيشها بهذه الدنيا نكتسب بهذه الكمالات ونشاهد الله ونقطع التعلق بالدنيا ونعبر إلى عالم آخر كيف سفت الحياة هذا بالنسبة للعارف هنا تتحقق مواصفات العارف يجب على كل إنسان أن يكون عارف نعم يجب على كل إنسان نسأل الله سبحانه وتعالى سماحة الشيخ للحديث معكم أنس وسعادة جمعنا نسلمكم ولكن الوقت دهمنا إن شاء الله نتحدث في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن المجاهدة المراقبة والمحاسبة عن موضوع كيف تكون المجاهدة في الطرق الشرعية وفي طرق الولاية إن شاء الله إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لليوم حتى نلتقي في موعد آخر أترككم بأمان